بالسوشيال ميديا مشراكحة ويظهر لي فما شوي أخوذة نحكيه على باية زردي وتصريحها اللي قالتو في برنامج جو دي توك يسألوها على الفنانة زازا الكليم هذا ما تعديشها كيكا رئيس النقابة نقابة الفنانين التونسيين مهر الهمامي هابط اللي قالتو بايلا في الفيديو وكتب فوق الباست تتفرجوا في 36 ثانية فقط وشوفوا الأخت من عاش كيفاش انقدمها الإعلامية أو الممثلة أو المغنية لباية زردي شوفوا التصرف متاحة وقلت الاحترام للفنانة زازا وكتب فيما خص التدوين متاعه من موقعي كنقيب وواج بيندفع على أي فنان يتمس بالخير اني بيش نقفلك وهاني بيش نقفلك ووقفة صحيحة ونوقفك عند حدك والأيام وبيننا طالب القناة والبرنامج وباية بالاعتذار من زازا باية ما كانتش يعني مع العكسين وكتبتها عن الانستجرام كتبت وشنو حدث نعتذر لشكون اللي سبو وشتمو ما اعتذروش وانا نعتذر باية بديت تجبت في حكاية الماضي ما جبتتش يعني شكون تقصد بضبطة ووصفته بالمنافق والنقيب مهر الهمامي كان عنده تصرف اخر وها بتبين رسمي من نقابة الفنانين فيه طلب مقاطعة لحضور الفنانين البرنامج لحين تقديم الاعتذار هذا والفنانة زازا مها بتتحدى رد تتفعل على أي حاجة سارت من الكليم هذا الكل على السوشال ميديا احنا شنقوله ربي حنن القلوب على بعضها